أول مرة أنكرتي وقلت إنك ما تعرفيش أي حاجة وسبناكي تاني مرة قفشنا آدم عبد الحي جنب المزرعة بتاعتك وسبناكي تالت مرة بعت قريبك اللي اسمه أمير لهم آدم وبرضو سبناكي لكن تتقفش مع صحاب آدم عبد الحي وتقوليلي إن دي صدفة طي يحصل في عالم سيمسن بس يا روح أمك أنا.. كدابة شكلك كده شمال شكلك كده مش مظبوطة يا بت حت أمك لجيبك حجيبك وعملك قضية عداب أنا مش عارفة أنتو بتتكلموا علي أصلا مش بقولك شمال تيا بنتي جاتل عاببينة ولا إيه؟ أنا مش فضيان لك هحطك تحت جزمتي وهفعصك أخفيكي وأحني فين ما شفتك ما تنتعي يا بت إيه اللي ودك عند علي وكريم وطار انطعي الأحسن قصما باللاجر علي العصر هعلقك وهسحلك أنا ما روحت لهمش هم اللي جولي جولي علشان أشوف الفيديو وأقولهم إذا كان ده الأمريكاني فعلاً ولا لأ بحكم إن أنا كنت عرفه يعني وموضوع أمير اللي بتقوله عليه ده أنا ما عنديش عنه فكرة ممكن يكون عمل كده بحكم شغلته ما عرفش لا بيت وعي وعي بزا اتفى كلامك تمام قفلت كل الخناف صدق يا بيت إن أنا صدقتك أنا قلت كل اللي عندي عايزين بقى تعرفوا الحقيقة المفروض تروحوا تدوروا على عمل أبلود للفيديو على النات أكيد عنده الفيديو اللي فيه الحقيقة وإنتي ما تعرفيش الحقيقة ما هون قلت كل اللي عندي إنتوا اللي مش مصدقيني موضوع ايو طيب حاضر ثانية واحد اصيب باشا ايو ايو طيب أنا في طريق أنا داخل جوه ها مفهوم سعد نانسي أنا أسيبك كده خمسة بعشان بيه عايز أرجع عليك يا عقلتي وقلت كل حاجة عشان تروح تنامي في سريرك ما عندناش بنات حلوة تنام برا هم يا إما قصما بالله لحالففك على مخبرين أمن الدولة نفر نفر أغطر فيش يوم شوية عندهم مكتئاب بس صلى الله بقى كل بتعرفي بترقصي هم بس ايه بس لا يجيش ها بس لا يجيش بس لا يجيش ها 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 بابية استفدت إيه بقى لالتهزيق عجبك اللي بيحصل فيه كده؟ لا يجيش ها عودي ما جاوبتنيش على سؤالي يا نانسي السؤال ايه؟ انتي ما تعرفيش الحقيقة؟ عشان بيه وليه حضرتك انشاهز تصدقني عشان انا بتعامل معك باحساسي مش بس بعقلي وبجد انا زعلان منك جدا عشان خبتي عليها معلومة زي دي رغم ان انا جتلك وديتلك نمرتي على فكر ان انا بعمله معاك دورت لو حد دخل ولا انا قاعدين دلوقتي انا هروح في سكتين ده بس انا عملت ده بس عشان نسبتلك ان انا مصدق في براية ادم وبجد عاوز اساعده وبجد مش عارف اقولك ايه لو كنت قلتلي المعلومة دي من بدري قد حتفرق معايا كتير انا و ادم اعز الحقيقة يا ريت الامريكاني حاول يتهجم علي و ادم هو اللي انقذني بجدعنا ورجولا ورجولا و لما حاولنا نهرب ضرب علينا نار واصلوا ادم في كتفه كان طبيعي لازم يدفع عني وعن نفسه حصل اللي حصل قتله بالغلط صح انا صح و احساسي صح والجريمة دي مجرد جريمة عادية ماياش ارهاب زي ما بيقوله عرفتوا كل حاجة اعملوا بقى فيه اللي انتوا عايزين ان شاء الله تشنقوني انا خلاص كيف هي واي لحد كده لازم اردله لو حاجة من اللي عملها معايا اعترافك ده هيفضل سر ما بيني وما بينك ايوه انا نسي عشان انا لو ذكرت اعترافك ده في التحقيق انتي هتروح في ستين داخل و هتتسجني و انا عاوزك برا عشان تساعديني ان احنا نسبة براية ادم تكلم جد؟ من اول ما جيتلك و انا بتكلم بجد بس انتي لما كنتش عاوز اتصدقيني بس اميتهايالي لما تخرجي من هنا ممكن تصدقيني طبعا و الزبط اللي كان هنا ملكيش دعوه انا هعرف اخلاص الموضوع وبعدين انا راجل لما اقولك على حاجة لازم تصدقيني انت امين يا لنسي في واحد معدر ايزاك الباب ومسر ان انتي تستمي الاعلان بنافسك ايه؟ ايه؟ هو اسيف عملها ولا ايه؟ مش هارفة مش هارفة بنتي مش هارفة ايه؟ 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 افندوا انا سيهم سامح امين ممكن حضرك تمدرنا؟ امدر حضرتك على ايه بالزبط ورا اتطلعك مسايد سيف سلامي حليلي موسيقى 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 بشترا بشترا بشترا